أهلا بكم أحبتي صباح اليمن اليوم نبراس كان لها من اسمها نصيب في التألق وكسب قلوب الناس نبراس من صدح اسمها وتألقت في فضاء السلطة الرابعة عبر صباحيتها على شاشة اليمن اليوم فكانت بكل تفان وإخلاص تقدم ما عليها من واجب نحو وطنها دون كلل أو ملل رحلت في زهرة شبابها ومقتبل حياتها المهنية اليوم حزن جديد ووجع جديد يضاف إلى أوجاعنا وأحزاننا برحيل الأخت العزيزة نبراس عامر نبراس لم تكن زميلة فقط بل كانت أختنا للجميع نبراس استطاعت أن تشق طريقها في خلال فترة وجيزة استطاعت أن تصل إلى الجمهور من خلال الإعداد والتقديم والحوار أيضا كانت محاورة متميزة نبراس لم ترفض يوما أمرا لأحد رؤسائها كانت متميزة كانت تعد أكثر من برنامجين أحيانا في اليوم الواحد لذلك ستدرك فراغا كبيرا في قناة اليمن اليوم عزاؤنا لأنفسنا عزاؤنا لجمهورها عزاؤنا لأهلها ونتمنى من الله سبحانه وتعالى لها الرحمة والغفران وفي الليلة الظلماء يفتقد البدرو رحلت الإعلامية في قناة اليمن اليوم نبراس عامر لتغادر دار الفناء إلى دار الآخرة بعد مسيرة عطاء دامت أكثر من 12 عاما في مجال التقديم والإعداد البرامجي سميلة نبراس رحمة الله تخشها ضمت إلى طاقم قناة اليمن اليوم بحماس كبير جدا حاملة قضية شعبها ووطنها كانت نموذج الإعلامية الملتزمة كل النواحي كانت مهنيا عالية يعني تقدم برامجها تقدم أيضا حصتها الإخبارية بكفاءة عالية سنفتقد الكثير من هذه المزايا والخصال برحيل زميلتنا الغالية نبراس اليوم نودعها ونودع فيها خسارة كبيرة على الوسط الإعلامي التحقت بقناة اليمن اليوم أوائل العام 2018 فكانت مكسب نجاح للقناة ورافدا فاعلا لكادرها لتبدأ مسيرة عمل جديدة في الإعلام الخاص بعد أن كانت تجربتها الأولى في الإعلام الحكومي قد تكللت بنجاح وكانت من الكوادر الأولى التي كان لها شرف التأسيس لقناة السباء الحكومية عام 2008 للميلاد فقدنا الأخت العزيزة نبراس عمر أخت عزيزة وزميلة رائعة على مدى عام ونصف لم نجد منها إلا كل الخير ولم نجد منها إلا كل المثابرة ولم نجد منها إلا كل الجد لا نعلم أي عزاء سنستقبله في فقدانها نسأل من الله لها الرحمة ولها المغفرة ونعتبر هذا العام عام الحزن نبراس عامر الإعلامية التي بنت علاقتها مع زملائها وزميلاتها في المهنة وخارج المهنة بدماثة أخلاقها وأدبها النبيل وحرصها الدائم على توطيط العلاقات الأخوية بين الزملاء ودعتنا نبراس اليوم والقلوب تعتصر ألما لفراق عزيزة عز علينا فراقها ودعنا علما من إعلام اليمن اليوم نبراس الصباح نبراس الصحافة نبراس التي كانت تطل يوميا بابتسامتها الجميلة على المشاهدين نبراس التي كانت دائما عملت معها في البررامج الصباحي وكنا علاقتها مع الزملاء كلهم علاقة أخوة لقد تركت فراقا للمشاهدين وللابتسامة الصباحية إنا لله وإنا إليه راجعون كنت نبراسا وشمعة ومصباحا يضيء للآخرين طريقهم القاتمة السواد وكان لصوتك عبر شاشة اليمن اليوم ولكلماتك الصادقة والمعبرة والوطنية دورا في أداء رسالتك المهنية الهادفة إنهاء الظلم وعودة الحياة واستئناف عمل المؤسسات التي تعطلت وتعطلت معها كل مقومات الحياة نهدي هذا بقي الورد في هذا اليوم إلى كل شهداءنا الإعلامين الذين توفاهم الله الذين دفعوا ثمن الكلمة وكذلك ثمن ظهورهم خسارة كبيرة خسارة لزملائها خسارة للوسط الإعلامي يعني كل مكان يتذكر نبراس عامر عامر داخل الاستيديو وخارج الاستيديو كل زاوية لها ذكرة نبراس عامر عزاءنا لأهلها عزاءنا لزملائنا في القناح عزاءنا لجميع محبين نبراس لجميع جمهور نبراس سنفتقد نبراس ودعتنا تاركة أثرا جميلا ومكانة أجمل في قلوب زملائها في الوسط الإعلامي عام وفي قناة اليمن اليوم بشكل خاص رحلت بعد مسيرة إعلامية تنقلت خلالها بين أرويقة الإعلام الحكومي والإعلام الخاص تاركة بصمة إبداع وتاريخ نضال وأشكركم أيضا مشاهدين الأكارم لحزن المتابعة وحتى الملتقى في أمان الله أح pasta تاريخ نضال أحمق نضال جزائى